السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي تحية كبير لكم اجتماع المعارض السوري في غازي عنتاب لم تخطئ التوقعات التي سبقت الاجتماع الموسع للمعارض السوري التي عقد في مطار ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا أمس السلسة بأنه سيكون مفصليا وستكون له تبعات تنعكس بشكل مباشر على الشمال السوري الاجتماع ضم إلى جانب ممثلين عن بزورة الخارجية وجهاز الاستخبارات التركية كل من الاتلاف الوطني السوري والحكومة الموقتة وهيئة التفاوض ومجلس القبال والعشار وقاضي من الجيش الوطني السوري واستمر الاجتماع لأربع ساعات وعكس انقساما واضحا بين صفوف المعارض السورية إذا اعتبر غالبية المجتمعي أن هذا الانقسام لن ينتهي حتى يتم تغيير الإدارة والعقلية والإدارية المؤسسة المسؤولة عن إدارة مناطق في الشمال السوري بينما اعتبر القسم آخر أن هذا الانقسام هو نتيجة طبيعة لتعاطي بعض فصال الجيش الوطني مع المؤسسات الرسمية للمعارضة وهيمنتهم على قرار الشارع السوري الجانب التركي ميسر لم يكن للجانب التركي أي دور في هذا الاجتماع سوى تيسير الجلسة وعرض لم يكن للجانب التركي أي دور في هذا الاجتماع سوى تيسير الجلسة وعرض مرتضب لما تعمل عليها الحكومة التركية بخصوص الملف السوري وفي حين كان حديث ممثل وزارة الخارجية التركية دبلوماسيا مقتضيا عرض من خلاله دور تركيا الداعم للمعارضة السورية كان حديث ممثل جهاز الاستخبارات أكثر تفصيلا وأفادت ثلاثة مصادر متطابقة لموقع تلفزيون سوريا بأن ممثل جهاز الاستخبارات التركية افتتع حديثها بالقول هذه القاعة شهدت على اجتماعات الكثير والدول الداعم للمعارضة السورية لكن اليوم لم يتبقى من هذه الدول سوى تركيا وقطر وفيما يخص معبر أبو الزندين أكد على أن قرار إعادة تفعيله تجاري بحث ولا علاقة له بأي ملف سياسي وأن هذا القرار لن يفرض على أحد لكن التخوفات من إعادة إنعاش النظام اقتصاديا غير مبررة فالتبادل التجاري لم يتوقف في يوم من الأيام في إشارة إلى عملية التهريب التي تجريها بعد فصال الجيش الوطن السوري من وإلى مناطق سيطرة النظام بعد العرض التركي المقتطب كان لرئيس الاعتلاف الوطني السوري هذه البحرة كلمة الافتتاح التي استعرض فيها أهم المشكلات التي تواجه المدنيين في الشمال السوري وراء أن تلك الاحتجاجات هي ردة فعل طبيعية تعبر عن مخاوف السوريين وما يشعرون به من خطر قد يهدد أمنهم بغض النظر إن كانت تلك المخاوف مبرر رام له وقال في معرض حديثه وفق المصادر أن تلك الاعتصامات هي حق مشروع للمعتصمين ولا يجوز التعامل معها بعنف أو ربط تلك الاعتصامات بأجندات ومصالح شخصية وعز الأسباب إلى عدم الوصول بالخدمات إلى المستوى الذي يطمح إليه سكان الشمال السوري فضلا عن الوضع الاقتصادي المتردد في تلك المنطقة بعد عرض البحرة تحدث رئيس الحكومة السورية المنقطة عبد الرحمن مصطفى عن الإنجازات في الشمال السوري واستطفاضة في تقديم عرض كامل عن الأموال الصرفة من أجل تحسين الخدمات والواقع المعيشي كما عرض عمل الوزارات وعحداته والأخرى من خلال التقرير الشامل وعد منه نسخة مترجمة للغة التركية لكنه أشار إلى الفصال التي تعرق العمل الحكومي من دون تسميتها توتر غير متوقع تشير المصادر إلى أن التوتر بدأ مع حديث قائد فرقة الحمزة سيف بولاد أب بكر عندما أشهد بعمل الحكومة السورية المنقطة ودورها في الشمال السوري وفي ذات الوقت ألقى باللوم على الاتلاف الوطني بسبب عدم زيادة القوة المشتركة لكونها معاقبة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية وهذا ما وفقه موافق عليه قائد فرقة السلطان سليمان شاء محمد الجاسم أبو عم وألقى قادة القوة المشتركة باللوم أيضا على مجلس القبال والعشاء بسبب ضعف أداءه لا سيما فيما يخص الاعتصامات بخصوص المعارضة السورية وضد فتح معبر أبو الزندين معتبرين أن المجلس كان يجب أن يلعب دورا في إنهاء تلك الاعتصامات من جهته لم يعلق الأمين العام لمجلس القبال والعشائر على لوم القوات المشتركة لكنه اعتبر أن استثمار الاجتماع لتوحيد الرؤية والهدف والعمل على مشاريع وخطط لمواجهة النظام السوري ووقف أخطاره المتمثلة بالقصف المستمر على المناطق المحررة هو الأهم ويجب أن لا يتحول الاجتماع إلى سجالات لا فائدة منها حركة التحرير والبناء والجبهة الشامية في المواجهة لم تتطابق رؤية قائد حركة التحرير والبناء أبو حاتم شقرة وقائد الجبهة الشامية أبو العز سراقب وهما القواتان اللتاني تحظيان بالحاضي الأكبر في الشمال السوري وفق المصادر مع رؤية القوات المشتركة واعتبرها حلفا جديدا لرئيس الحكومة السورية المواقعة وفي مداخلته قال شقرة أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود حوكمة في الشمال السوري فضلا عن عدم تمكين المؤسسات وعدم قيام الحكومة المؤقتة بواجبها وأن ما عرضه من إنجازات هي خطط على الورق لكن لم يتم تنفيذ أي منها بالمقابل نفاش أخرى أن يكون الاتلاف قد تعامل مع الفصال على أساس العقوبات الأمريكية فقد زاره الاتلاف الواطن أكثر من مرة وعقد ورشاة عمل وندوات ومحاضرات في مقر قيادته وفيما يخص مجلس القبال والعشائر رأى أنه يفعل ما عليه لا سيما في قضايا الصلح والسلم والسلم الأهلي مؤكدا على أهمية هذا الدور في حل النزاعات التي عجز عنها القضاء عن حلها أما قاعدة جفه الشامي أبو العسى راقب فقد ألقى اللوم كاملا في التقصير بتقديم الخدمات وعدم تمكين المؤسسات على رئيس الحكومة السورية المؤقدة عبد الرحمن المصطفى واعتبر أن وجوده في منصبه هو السبب الرئيسي لاندلاع المظاهرات مردفا أن الشمال السوري لن يحظى بالاستقرار إلا زوقيل وغيرة الإدارة والعقلية الإدارية معا رئيس الحكومة ينطفض تكشف المصادر أن حديث قائدي حركة التحرير والبناء وجهها الشامية لم يرق لرئيس الحكومة المؤقتة الذي سرعان منطفض منهما الشامية بسرقة 17 مليون دولار من أموال معبر السلامة بحسب وسائق يمتلكها على حد قوله ووجه حديثه إلى حركة التحرير والبناء أن من هجم معبر أوزندين هم الشرقية مهددا بنزع شرعية عن هزين الفصيلين لكونهما تسبب في تحريض الشمال السوري للتظاهر والاعتصامات انقسام واحد واضح وتصعيد محتمل مع وصول الاجتماع إلى نهايته كان الانقسام واضحا والاستفائفات بين القوى المشتركة المتمثلة بفصيلي فرقة الحمزة وفرقة السلطان سليمان شاه في حلف مع رئيس الحكومة السورية المؤقتة الذي يرى بدوره إنهاء الاعتصامات ولو بالقوة بينما كان لباقي قادة الفصال وعلى رأسهم قائدا قادة حركة التحرير والبناء والجبهة الشامية فضلا عن الاتلاف الوطني موقف واضح من أن للمدنيين في الشمال السوري كامل الحق في التظاهر والاعتصام والتعبير عن رأيهم ويجب الاستماع لهم بدلا من قمعهم وبحسب المصادر فإنها ترى أن الأيام القادمة قد تشهد تصعيدا كبيرا ضد الحكومة السورية المؤقتة لا سيما في مناطق عزاز والباب إضافة إلى عفرين منطقة عملية قصة الزيتون بريف حلب